مساء الخير وصفتنا النهاردة هي باستر كليماري او اسباجتتي سوبيت الوصفة دي مش عاوز اقول لكم طعمها قد اي رهيب وازاي تنفذها سهل وسريع لما كمان تحضروا كل المكونات جنبكم في الاول بصراحة طحفة وهتاخد منكم حرفيا نصف ساعة وهو برضو نخرج شوية من انواع المكرونات التقليدية ونغير شوية في انواع السيفود اللي بناكم ولو اول مرة بتشوفوني انا اسمي بسمة اتمنى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو وعلى طول يلا نبدأ بالطريقة والمكونات هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف كل المكونات اللي هتحتاجوها عبارة عن بتنجينة كبيرة متقطعة مكعبات وبصلاية وجزراية وتمطماية واي نوع بقى من انواع الخضروات الخضرة اللي انتوا بتحبوها يعني مثلا ممكن بصل اغضر ممكن كرات ممكن كرفس الحاجة اللي تعجبكم انا شخصيا استخدمت كرفس واستخدمت كرات وبصل اغضر انتوا عارفين انا بحب دايما نستخدم البصل الاغضر في وصفاتي طبعا هنحتاج نصف كيلو من السوبيت المخصول والمتقطع اللي حلقات هنحتاج صلصة هنحتاج فلفل اغضر وهنحتاج طوم مفروم وشوية بوهرات هبارة عن بابريكا وفلفل اسود وزعتر ناشف ملح طبعا وزبرة خضرة وكمون وعصير لامون انا هنا سلقت المكارونة هسيبها طبعا على حسب تعليمات الكيس اللي قدامي اقل بدقيقة كمين لانها لسه هتستوي في الصوس اللي احنا هنحضر دلوقتي في توصع النار او في الوقت اللي انا هشتغل فيه هضفت الزيت وعلي البصل هقلبه طبعا كويس جدا لحد ما رحته تطلع ويدبل كمين معايا بعد ما يدبل معايا البصل كويس قوي هضيف على طول عليه التوم كمين التوم انا عايزة حمره تحميله مع البصلة وفي نفس الوقت لما رحته تطلع ويبتدي يدبل هضيف عليه فلفل فرش مطهون لو مش متوفر طبعا هنضيف فلفل اسود عادي جدا يعني رشة بسيطة لان احنا لسه عندنا فلفل اسود مع دوابل انا هنا ضفت البتنجان وهقلب طبعا كويس جدا ملحوزة عايزة اقول لها لكم ما تقطروش قوي في الملح ان الصبيت من انواع بحريات اللي بتشغل ملح بمنتع السهولة انا هنا ضفت البصل الاخضر وعليه الفلفل الاخضر الرومي او الفلفل الاخضر الحلو هقلب كل المكونات مع بعض انا هنا زودت شوية زيت لان الحقيقة حسيت ان الزيت قليل قوي بعدها ضفت على طول الجزر وعايزة كمان الجزر يدبل كويس جدا ولونه يضغير بعدين هضيف الطماطم وحقلب كويس بالطريقة اللي انتوا شايفين هدي بعدين هعمل كده فتحة في النص وهضيف السوبيت او الكلمير بتاعي وهقلبه كويس جدا وطبعا لازم الوقت تكون سخنة خذوا بالكم الموضوع ده احنا مش عايزينه نزل ميته هنقلب طبعا كويس جدا لغاية ما ياخد تحميرة ويدبل معانا شوية بعدها على طول هنضيف البهارات هنقلب كويس انا بعدها ضفت الكزبرة الخضرة المتقطع صغير زي ما انتوا شايفين هقلب كويس وبعدها هرضيف السلسة او معجون الطماطم بالطريقة اللي انتوا شايفين انا الحقيقة يا جماعة كان عندي شربة كيلير بتاعة سيفود سلقة سيفود وكنت مصفيها فاستخدمتها لو مش متوفرة اقدروا تستخدموا اي نوع شربة عندكم عادي هنستنى بقى على الخليط شوية وهنقلب احنا عايزين المية تقل معنا هغطي عليها وهنا انا ضفت الكريمة سبتها طبعا تتسبك والصوص يتقل والمية تتبخر الى حد كبير وبعدها ضفت عليها الكريمة كريمة الطبخ ضفنا هنا الاسباجتي اللي طبعا كويس انا عايزها تضغطة بالصوص الرؤى ده وشوية الخضاري الحلوين اللي احنا حطينه دلوقتي هغطي عليها واسبها تسبك وتاخد راحيتها خالص في التسبيق يعني خمس دقيق لسبع دقيق ده شكل الباستة بتاعتي بعد ما طلعت وانا حطيت عليها بردو كسبرة وبقدونس كده للتزين على الوش استمتعوا بالواجبة دي استمتعوا بجد بالباستة دي حاجة طعمها رهيبة جميعا جربوها وبجد مش هتندموا اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تسيبوا لي لايك واللي لسه ما اشتركش في القناة اتمنى يشرفني ويشترك في القناة وبالفة هنوشفة مقدما لكل اللي هيجربها وبشكركم جدا على حسن المتابعة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وانتم بالف خير وباي باي